اللي جاي ده كنت سايبه في الآخر كده عشان نتكلم فيه براحتنا أنا وانا جاي الحلقة النهاردة رحت العاصمة الإدارية الجديدة وكان فيه مؤتمر صحفي محترم جدا بين ربطة الأندية المصرية وشركة النيل للتطوير العقاري اللي هترعى الدوري المصري لمدة ثلاث سنوات والدوري المصري خلاص بقى اسمه دوري النيل دوري النيل ده اللي اتعلن النهاردة فيه المؤتمر الصحفي أنا بس بقولك للأول شوية معلومات وبعد كده هقولك انت بعضي وتم عرض الكرة الرسمية ليه الدوري للموسم الجيد كرة شكلها حلوة جدا وتم الإعلان إنه هيبقى فيه درعي جديد للدوري في شركة انجليزية هي اللي هتعمله الأستاذ أو المهندس أحمد دياب النهاردة تحدث عن ما قدمته الرابطة خلال السنتين اللي فاته وقال إن احنا لسه عندنا حاجات هنعملها ولسه هنحسن ولسه هنطور ولسه 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 فده شيء جيد يعني فكرة إنك بتطور يعني ماشي تصاعدي ده شيء كويس جدا حاجة ما تضرش فتحس إنك مرتاح مبسوط وحس إنه اللي جاي أحسن إيه اللي خليناه النهاردة حس إن الموضوع أحسن هقولوك حاجة شخصية جدا وأتمنى تصدقوني فيها وأتمنى ندردش فيها مع بعض بالحب اللي بنتكلم به دايما وهدعوك إنك تعملوا زي حالاتي يعني عشانا أسرت وتأخرت كثيرا النهاردة على هامش المؤتمر الصحفي ده هي أول زيارة ليا في العاصمة الإدارية الجديدة وبالتالي قلت أول ما هطلع الهوى النهاردة قبل ما هكتب على فيسبوك ولا على تويتر هقول شهادة حق يا جماعة الموضوع أكتر بكتير من كلمة مبهر يعني اللي انت بتشوفه في أي والله بدون مبالغة اللي بتشوفه في أي دولة كبيرة في العالم وأكتر شوية من عندنا يعني من عقارات وشوارع وإضاءة وحاجة شكلها محترم وشيك وانضيفة أنا شفتوا أنه أنا أول ما دخلت العاصمة الإدارية بجد يا جماعة المكان ده في مصر بجد المكان المدهش المبهر ده في مصر الموضوع كان فيه كمية طاقة إيجابية مهما قلتلك أنت مش هتصدق كلامي أو تحسه إلا لما تشوف معانيك النهاردة رئيس شركة العاصمة الإدارية قال كده قال إحنا لما عرضنا أن إحنا المؤتمر يبقى موجود هنا عايزين حضراتكم تشوفوا العاصمة الإدارية الجديدة إحنا شفنا وانبهرنا وأنا بقول لحضرتك هوا جرب روح وشوف عشان تعرف البلد دي عملت إيه عشان تعرف حجم الإنجاز وصل لحد فين عشان تفرح وتفخر ببلدك وبقيادات بلدك الموضوع بجد دون أي شيء ممكن ييجي في دماغك أنا بقول لك بشكل مباشر وواضح أنا دايما بتكلم معاك إن إحنا أصحاب مش بكلمك أنا راجل واقف في مكانة إعلامية وحضرتك بتسمعني لا أنا بدردش معاك سيبك من كلامي روح تفرج فالنهارده اللي إداني بقى طاقة إيجابية على مستقبل الكرة المصرية هي السورة الأوانية دي إن الموضوع بيتعامل في العاصمة الإدارية الجديدة اللي بيتعامل فيها ستات كبير جداً إن النهارده الموضوع كان المؤتمر شكله شيك ومحترم بصورة بكلام بقاعدة بتفاصيل معلومات عن الدوري الموسم اللي جاي كل حالة كان شكلها شيك ومحترم أنا لحد من 3-4 سنين فاته أمش أسأل أقولك كان لما بنعم المؤتمرات شبه دي للدوري المصري كان بيبقى شكلها عامل إزاي بس اللي فات مات اللي فات مات خلينا في الحاضر وفي المستقبل الموضوع كان شكله حلو قوي شكراً لرابطة الأندية شكراً للشركة الرعية اللي هي الدوري شركة النيل اللي هي التطوير العقاري اللي هتكون باسم الدورة هيبقى باسمها التلات سنوات القادمة دوري النيل شكراً لكل واحد عايز يطور الكورة والرياضة المصرية شكراً طبعاً